قدم المكتب التنظيمي للحزب الديمقراطي الكردستاني في السليمانية وحلبشة ورابرين مساعدات طبية عبارة عن أدوية لمشفى هوى للأمراض السرطانية بمناسبة تأسيس الحزب وذكرى ميلاد الرئيس مسعود بارزاني بينما أكد مسؤول المكتب السيد علي حسين على أولوية المشافي فيما يخص تقديم المساعدات اليوم بمناسبة تأسيس الحزب الديمقراطي الكردستاني وفي اليوم الأول من الدوام الرسمي بعد العطلة زرنا مشفى هيوى للأمراض السرطانية وهو مشفى مهم يختم المواطنين المرضى بالسرطان على مدار اليوم نشكر كل الكوادر على تقديم الرعاية الطبية بما يختم المواطنين بأحسن وجه قمنا اليوم بالتبرع بأنواع ضرورية من الأدوية التي يحتاجها المشفى لعلاج مرضى السرطانة وهو ما نعتبره مسؤولية تقع على عاتقنا وبكل تأكيد فأن الأولوية دوما للمشافي بالنسبة لتقديم المساعدات مرة أخرى نشكر حسن الاستقبال والجهود المقدمة هنا لتقديم الخدمات للمرضى كافة ترجمة نانسي قنقر